فيلمنا النهاردة بيبدأ في الفضاء واللي بنشوف فيه سفينة فضائية عملاقة وبنعرف وقتها ان السفينة دي بيعيشوا فيها كائنات البوف واللي بيكونوا كائنات أسكية جداً ومتطورين وبنشوف بعدها واحد منهم واللي بيكون اسمه أو واللي بيظهر وهو سعيد جداً ومتحمس بالرغم من ان كل كائنات البوف بيكرهوه وبنعرف وقتها ان كائنات البوف دول بيخططوا الغاز وكوكب الأرض علشان يعيشوا فيه وبيظهر بعدها القائد سميك اللي بيحيي شعب البوف وبيقولهم إن بفضل مهاراته قدروا إن هم يهربوا من وحش الجروج اللي بيطاردهم وبيفهمهم إنهم مضطرين يستخبوا في كوكب الأرض علشان وحش الجروج ما يعرفش مكانهم وبيقولهم إن كوكب الأرض فيه حاجات ممتعة ومسلية كتير وإن المخلوقات اللي عايشين على كوكب الأرض اسمهم البشر وإنهم مخلوقات بدائية جداً وإن دي كل المعلومات اللي هم عارفينها عنهم وبعدها بتبدأ سفينة كائنات البوف تتحرك وبتنطلق في اتجاه كوكب الأرض وبيظهر بعدها سميك في كل مكان على الكوكب وبيتكلم مع البشر وبيقولهم إن هو هيوقف الجاذبية علشان يقدروا ينقلوهم من أماكنهم بسرعة وفعلاً بيبدأ سميك يعمل كده وبتبدأ كل الناس تطير وبيقتحموا كائنات البوف كل البيوت وبيبدأوا إن هم يسحبوا البشر من أماكنهم وبيجمعوهم في بلونات عملاقة وبينقلوهم لمكان بعيد وبيدوهم بيوت جديدة وبيكون المكان ده بيجمع كل البشر اللي موجودين على الكوكب وبعدها بينتشروا كائنات البوف في كل مكان وبيبدأوا إن هم يعيشوا في بيوت البشر وبنروح بعدها لأو اللي بيكون سعيد ومتحمس جداً وبيروح علشان يستلم شاقته الجديدة وبيعزم جيرانه من كائنات البوف على الحفلة اللي هو هيعملها لكن بيظهر وقتها إن جيرانه بيتهربوا منه وبالرغم من كده بيجهز أو البيت وبيزينه وبيفضل مستني جيرانه قدام الباب وفي مكان تاني بنشوف قطة وهي بتدخل لبيت معين وبتبدأ تتسلل وبتعدي من كل الأفخاخ اللي موجودة لحد ما بتوصل لخيمة معينة وفي الخيمة دي بنشوف بنت اسمها تيب وهي بتتفرج على فيديو ليها هي ومامتها وبيبان وقتها إنها مفتقدها جداً وفجأة بتحس تيب بحركة غريبة ولما بتيجي تبص من الشباك بتعرف إن كائنات البوف جايين يعيشوا في المنطقة بتاعتهم فبتاخد تيب القطة وكل حاجتها وكمان مفتاح العربية وقبل ما تيب تمشي من البيت بتفتكر الهدية اللي هي كانت جايبها لما ميتها وفجأة بيدخل واحد من كائنات البوف للشقة وبيقع في كل الأفخاخ اللي تيب عملاها وفي الوقت ده بتستغل تيب الفرصة وبتاخد الهدية وبتنزل من البلكونة وبتركب العربية وبتكرر تروح تنكز مامتها ومن ناحية تانية بنشوف أوه اللي بيروح يدعي جيرانه للحفلة لكنه ما بيلاقيش أي حد من جيرانه موجود وساعتها بنشوف إن كائنات البوف مستخبين منه وبيحزن أوه جداً وبيقعد لوحده لحد ما بيشوف شرط المرور اللي اسمه كايل فبيروح له أوه بسرعة وبيعزمه إنه يجي يحضر الحفلة بتاعته وبيبعت له رسالة دعوة فيها عنوان البيت بتاعه وبيطلب منه يزوره في أي وقت لكن للأسف بتوصل الرسالة دي لكل البوف اللي على الكوكب وساعتها بيتصدم كايل لما بيعرف اللي حصل وبيقول لأوه إنه هو بكده بعد الرسالة للمجرة كلها وإن هي كده هتوصل للجورج وإنه هيعرف مكانهم وهيجي يدمر الكوكب كله وفعلاً بتنتشر الرسالة في الفضاء وبنعرف إن فضلها أربعين ساعة بس على ما توصل للجورج وبتتراب كل كائنات البوف اللي على الكوكب وبيتعصى بكايل وبيزعق لأوه وبيحصره كل كائنات البوف وبيكونوا عاوزين يقبضوا عليه فبيركب أوه في مركبة وبيطير بيها وبيهرب من المكان وبيقرر يتجه للقطب الجنوبي لأنه المكان الوحيد اللي ما فيهوش حد لكن فجأة بتتعطل المركبة بتقوله إنه هو خارج عن القانون فبيجري أوه بسرعة علشان يهرب من الشرطة اللي بتارده ومن ناحية تانية بنشوف تيب وهي بتجري من الشرطة واللي بتخبط العربية بتاعتها بالغلط وبتنزل منها بسرعة وبتحاول تستخبى جوه سوبر ماركت أما أوه فبيكون هو كمان بيجري علشان يهرب من الشرطة وبيدخل نفس السوبر ماركت اللي فيه تيب وبنشوف إنه أوه وتيب قريبين جداً من بعض لكن محدش منهم بيبقى شايف التاني ولما القطة بتاعي تيب بتشوف أوه بتبدأ إن هي تمشي وراه ولما تيب بتحس بحاجة غريبة بتروح لها وبتتخض لما بتقابل أوه بتحبسه جوه التلاجة فبيستغرب أوه من اللي تيب عملته وبيقولها إنه هو محبوب من كل البشر وبيطلب منها تخرجه لكن تيب بتتريع عليه وبتقوله إنهم كائنات شريرة وبيخطفوا الناس فبيحاول أوه يفهمها إنهم مش أشرار وإنهم بينقلوهم لما كان منعزل ومش بيخطفوهم وساعتها بتفتكر تيب لما كانت بتقدم الهدية لمامتها وفجأة فقدوا الجاذبية وعلشان القطة بتاعتها خافت من اللي حصلت علقت في شعر تيب وساعتها ظهرت الأنابيب اللي كانت بتسحبهم ولكن لحسن الحظ ما قدروش يتعرفوا على تيب بسبب القطة وساعتها بتحزن تيب جداً وبتلوم أوه على اللي حصل وقبل ما تمشي بيعرض عليها أوه إنه هو يصلح العربية بتاعتها لإنه شافها وهي متدمرة وده مقابل إنها تخرجوا من هنا ومن ناحية تانية بنشوف سميك وهو متضايق جداً بسبب اللي أوه عمله وبيترعب لإنه بمجرد ما الجورج يستلم الرسالة هيعرف مكانهم وهيجي علشان يقتلهم وبيقول سميك لأتباعه إنه هو مش عايز يمشي من الكوكب ده لإنه كوكب جميل جداً وإنه فيه حاجات كتير مميزة وفي الوقت ده بيوصلوا كائنات البوف الأسكياء وبيقترح إنهم يحاولوا يختاركوا البريد الإلكتروني القوي ويوقفوا الرسالة اللي هو بعتها قبل ما توصل للجورج ولكنهم بعدها بيتصدموا لما بيعرفوا إنه أوه عامل كلمة سر مختلفة عن كل كائنات البوف وساعتها بيفقد اسميك أعصابه وبيأمر كايل إنه هو يقبض على أوه علشان يقدروا يعرفوا منه كلمة السر ويوقفوا الرسالة وبنروح بعدها لأوه اللي بيكون صلح العربية بتاعت تيب باستخدام الحاجات اللي موجودة في السوبر ماركت وبتتصدم تيب جداً لما بتشوف اللي أوه عمله وبتلومه لإنه دمر العربية وبرغم كده بتركب تيب فيها وبتقفل الباب علشان أوه ما يركبش معاها وبمجرد ما العربية بتشتغل بتير بسرعة وما بتبقاش تيب قادرة إنها تتحكم فيها وبتفضل العربية تلف بيها لحد لما بتقدر تيب إنها توقفها فبيروح قو وراها وبيترجوها إنها تاخدوا معاها وبيقول لها إن هما لو راحوا المركز القيادة اللي في باريس هيقدروا يعرفوا مكان مامتها فبتطلب تيب منه إن يوعدها إن هو هيساعدها علشان توصل لمامتها وفعلاً بيوعدها قوب كده وبيركب معها العربية وبيدوس على زر بيخلي العربية تجري بسرعة كبيرة وبيهربوا من المكان ووقتها بيظهر إن تيب سعيدة جداً وهي طيرة بالعربية وفي الوقت ده بيتكلم قو مع تيب وبيحاول يفهمها إن البشر والبوف أصدقاء مش أعداء وبيحكي لها عن الكابتن سميك وبيقول لها إن هو شخص عبكري جداً وبيعرفها إن في يوم دعاه الجورج لاجتماعي السلام ووقتها خاف منه سميك وجري بسرعة وهو بيجري لقى حجر وأخد وهرب واحتفظ بالحجر ده وعمل منه سولجان عظيم وساعتها بيباني إن تيب مش مهتمة بكلام قو وبتنطلق بالعربية بسرعة كبيرة ومن ناحية تانية بنشوف كايل بعد ما بيوصل لنفس السوبر ماركت اللي كان فيه أوه وتيب وبيعرف من كاميرات المرأبة إن أوه هرب باستخدام عربية غريبة وبنرجع تاني لأوه وتيب اللي بيحاولوا إنهم يستخبوا تحت سقف محطة الوقود علشان دوريات الشرطة ما يشفوهمش وبعد ما الشرطة بتمشي بينزل أوه وتيب من العربية وبيدخلوا الحمام وبعد شوية بيخرج أوه وبيستغل الفرصة وبيركب العربية علشان يهرب ويسيب تيب لوحدها لكن وقتها بيتفاجئ بوجود كايل اللي بيطلب منه ينزل من العربية بسرعة لكن فجأة بتوصل تيب وبتوقع عليه علب الزيت وبتضرب أوه لإنه حاول يهرب ويسيبها وبتروح تيب وبتلزق أوه في الكرسي علشان ما يهربش ولما كايل بيفوق بتبدأ حرب بينه وبين تيب واللي بتنتهي بانفجار محطة الوقود ولكن لحسن الحظ بيقدروا أوه وتيب إنه هما يهربوا وبيرجعوا يكملوا رحلتهم وفي باريس بنشوف برج إيفل وهو طير في السماء وبيوصل اسمك وبيسأل أتباعه إذا كان حد منهم قدر يقبض على أوه وفي الوقت ده بيوصل كايل وبيقوله إن أوه مات في انفجار محطة الوقود وبالتالي مش هيقدروا إنه هما يعرفوا كلمة السر وبنرجع تاني لأوه اللي بيشيل الشريط اللاصق من عليه وبيحاول يفهم تيب إن باريس ما كان خطير بالنسبة لهم لكن تيب بتبقى مصرة إنها تروح هناك علشان تعرف مكان ما متها وبيظهروا وقتها وهم طيرين فوق المحيط وبمجرد ما تيب بتشغل موسيقى بيفقد أوه السيطرة على جسمه وبيبدأ يرقص بطريقة مبهرة ومهما حاول إنه هو يوقف نفسه ما بيقدرش وبيفتح الباب وبيقول لتيب إنه هو هيرجع لها وبينط في المحيط وبالليل بتكون تيب حزينة جداً وبتفضل مستنية أوه وبتقعد تيب تتفرج على فيديو ليها هي وممتها وفجأة بيظهر أوه وبيبقى سعيد لإنه رجع لطبيعته فبتضربوا تيب لإنه سابها لوحدها وبتقولوا إنها افتكرت إنه هو مات وبتلوموا لإنه ما كانش ينفع يسيبها لوحدها طول المدة دي فبيستغرب أوه وبيقول لها إنه هو لما قابلها كانت لوحدها وبيسألها إذا كانت الوحدة طبيعة بشرية فبترد عليه تيب وبتقولوا إنه دي مش طبعتها وإنهما السبب علشان خطفوا ممتها وبتفهموا إن ممتها حاجة مهمة بالنسبة لها وإن من الصعب إنها تكون بعيدة عنها وبتسيبه وبتدخل للعربية فبيتأثر أوه جداً بكلامها وبيتأكد وقتها إن البشر مخلوقات معقدة ومش مجرد كائنات بدائية زي ما سميك قال لهم وبنروح بعدها لسميك اللي بيبقى خايف ومرعوب ومش عارف يتصرف إزاي علشان يوقف الرسالة وساعتها بيقترح عليه قايل إنه هم يجربوا أرقام عشوائية كتير لحد ما يوصلوا لكلمة السر بتاعت أوه فبيفرح سميك جداً وبتعجبوا الفكرة وبيخلي البوفل أسكية يتوصلوا بأنبيب وبيبدأوا يجربوا أرقام عشوائية وفي تاني يوم بتكمل تيب رحلتها هي أوه اللي بيعرفها إن الجورج دمر آخر كوكب كانوا موجودين عليه وبيفهمها إن هم مش عارفين السبب اللي بيخلي الجورج يطاردهم لحد دلوقتي فبتخاف تيب وبتسألوا إذا كان الجورج هيدمر الكوكب بتاعهم فبيطمنها أوه بيقول لها إن البوفل أسكية أكيد هيحلوا المشكلة دي وهيوقفوا الرسالة وبيكملوا أوه وتيب طريقهم لحد ما بيوصلوا البريس وهناك بيشوفوا إن المقر الرئيسي موجود في برج إيفل وبيظهر وقتها أوه وهو متوتر وخايف جداً وبيقول لتيب إن شكله معروف وإن بكده الشرطة هتقبض عليه فبتكرر تيب تغير شكله باستخدام الميكاب وبمجرد ما بتحطوا نقطة واحدة بس بينبهر أوه وبيقول لها إنها مزهلة لإن كده مستحيل إن حد يتعرف علشان شكله وبيفضل أوه يرقو زي المجنون وبعدها بيتسللوا هما الاتنين من غير محد يشوفهم وبيسرقوا مركبة وبيطلعوا بيها للمقر الرئيسي وبيقدروا إن هما يدخلوا للمكان اللي في البوفي الأسكية وهناك بتكون تيب مبهورة من اللي بتشوفه أما أوه فبيتصدم لما بيعرف إن الرسالة فضلها دقيقتين بس وتوصل للجورج فبتتخض تيب وبتاخده وبيدخله جوه فقاعة وبتتوصل الأنابيب بيهم وساعتها بيتنقلوا هما الاتنين لواقع افتراضي وبيبدأ أوه يكتب كلمة السر علشان يوقف الرسالة وبتتصدم تيب لما بتعرف إن كلمة السر بتاعته هي إن اسم أوه وإن القائد اسمك شخص عظيم وبمجرد ما أوه بيخلصها بتقف الرسالة قبل ما توصل للجورج على آخر لحظة وبيفرح أوه جدا لإن بكده الجورج مش هيعرف مكانهم وبيفضل أوه يحتفل هوه وتيب وبيروح أوه بعدها يبحث عن مامة تيب وبيعرف إنها موجودة في أستراليا ووقتها بتنبهر تيب لما بتشوف مامتها وهي بتدور عليها في كل مكان وبتخرج تيب من الواقع الافتراضي وبتحضن أوه وبتشكره وبيركبوا هما الاتنين المركبة علشان يروحوا لها لكن وقتها بتحصرهم الشرطة من كل مكان وبييجي اسمك وبيزعق لأوه وبيقوله إن لولا الكمبيوتر اتعرف عليه ما كانوش هيعرفه بسبب تنكره وساعتها بيتصدموا كل اللي موجودين لما بيعرفوا إن اللي قدامهم ده هو أوه فبتدخل تيب وبتقولهم إنه أوه كائن جميل جداً وإنه هو صلح غلطته وأنقذهم وبالرغم من كده بيبدأ اسمك يلومه لإنه ارتكب أخطاء كتير وبيقرر إنه هينفيه علشان ما يغلطش تاني وبيخلي الشرطة تحصره من كل مكان فبتهددهم تيب إنها تحرك الكورة اللي مطيرة بورج إيفل فبيتريق عليها اسمك وبيقولها إنها بشرية غبية ومش هتقدر تفهم التكنولوجيا المتطورة بتاعتهم وساعتها بتلف تيب الكورة وبتحرك بورج إيفل من مكانه وبتوقع كل البوف في النهر وقبل ما أوه يقع هو كمان بتيجي تيب وبتلحقه لكن البرج بيفضل يلف الحد ما بيوقعهم هما الاتنين في مركبة فبتحاول تيب إنها تتحكم في المركبة دي بصعوبة وبتنطلق بيها بسرعة علشان تهرب من الشرطة اللي بتطريدهم وبيتزلجوا على بورج إيفل وبيتيروا في الهواء وبيفضلوا يحاولوا إنهم يبعدوا عن بورج إيفل اللي بيقرب منهم وبيدمر كل حاجة في طريقه وبيجروا بأكثر سرعة وبينطوا من بيت للتاني وأخيرا بيقف البرج على آخر لحظة وبيبعد عنهم وبيروح أوه وتيب بسرعة وبياخدوا العربية وبيهربوا من المكان ولما بينزلوا بتبقى تيب سعيدة جدا لإنهم عرفوا مكان ما متها أما أوه فبيبقى حزين جدا وبيبقى شايف إن هو فعلا يستحق النفي لإنه ارتكب أخطاء كتير جدا فبتهون تيب عليه وبتفهموا إن الأخطاء هي اللي بتخليهم أشخاص أفضل من الأول وساعتها بيقول لها أوه إن البشر كانوا عايشين حياة سعيدة قبل ما هم ييجوا كوكب الأرض وبيعتذر لها لإنهم كانوا شايفينهم مجرد كائنات بدائية فبتتأثر تيب من كلامه وبتديله العربية وبيرجعوا يكملوا طريقهم وهما طيرين بيعدوا على أماكن كتير وبيفضل كل واحد منهم يحكي للتاني عن حياته وفي تاني يوم بيصحوا أوه وتيب من النوم وبيتخضوا لما بيشوفوا إن هم طيرين وسط عدد كبير من البوف وساعتها بيحاولوا إن هم يستخبوا منهم لكنهم بعدها بيكتشفوا إن البوف دول بيهربوا مش بيتردوهم وده معناه إن الجورج وصل للكوكب وفعلا بنشوف سفينة الجورج العملاقة وهي جنب كوكب زحل واللي بيخرج منها عدد كبير جدا من السفن الصغيرة اللي بتهاجم كوكب الأرض وبيبقى قوم استغرب من اللي بيحصل ده لإنه متأكد إنه وقف الرسالة والمفروض الجورج ما يعرفش مكانهم وساعتها بيشغل أوه نظام الأسلحة وبيهاجم واحدة من السفن وبيعطلها ولكن للأسف بتتخبط العربية بتاعتهم وبيفقدوا السيطرة عليها وبيقعوا والحسن الحظ محدش منهم بيبقى تقاذى لكنهم بيحزنوا جدا لإن العربية بتاعتهم اتعطلت وإن الوقود تسرب منها وبتتدايق تيب جدا لإنها بكده مش هتقدر توصل لمامتها وبالصدفة بتشوف تيب إن السفينة اللي اتدمرت موجودة قريب منهم وبتقترح على أوه إن هم يروحوا للسفينة دي وياخدوا منها أجزاء علشان يصلحوا العربية بتاعتهم ووقتها بيظهر إن أوه خايف جدا وبيرفض إنه هو يعمل كده لكن تيب بتشجعه وبتخليه روح معاها وبيقربوا هم اللي اتنين من السفينة وهما مرعوبين ولما بيتفحصوها بيكتشفوا إن ما فيهاش حد وبينبهر أوه لما بيلاقي موجود فيها قطع معينة وبيفاهم تيب إن الكتعة دي اسمها الرقاقة الخارقة وإن هي دي الحاجة اللي بتخلي الجورج متفوق عليهم في كل حاجة وبيرجعوا بعدها أوه وتيب للعربية وبيستخدموا الرقاقة الخارقة اللي بتخلي العربية بطير بسرعة كبيرة جدا لحد ما بيوصلوا لأستراليا وهناك بتنبهر تيب لما بتشوف كم كبير جدا من البشر وما بتبقاش عارفة إزايها توصل لمامتها وساعتها بيتصدم أوه لما بيشوف كائنات البوف وهم بيهربوا بيتأكد إن كوكب الأرض على وشك الدمار أما تيب فبتفرح لما بتلاقي نفس المكان اللي مامتها كانت فيه وبتروح لهناك هي وقوه علشان يدوروا عليها وفجأة بيتصدم أوه لما بيشوف آخر كابسولة هروب وهي على وشك إنها تنطلق فبيروح أوه وبيمسك تيب وبيسحبها علشان يروحوا يركبوا فيها لكن تيب بترفض تروح معاه وبتسأله هو واخدها على فين فقوه بيشرح لها إن مفيش وقت وإن الجورج هيدمر الكوكب بتقول إن هو مجرد بوف مش هيفهم يعني إيه أسرة وأصدقاء وبتسيبه وبتجري وبيزهر وقتها أوه وهو متردد يعمل إيه ولكنه للأسف بيروح يركب في كابسولة الهروب اللي بتطير بسرعة وبترجع للسفينة الأم وبتترعب كل كائنات البوف لما بيشوفوا إن سفن الجورج حصرهم من كل مكان وإن السفينة الأم كمان بتستعد علشان تدمرهم فبيمسك أوه الرقاقة الخارقة وبيجري بسرعة علشان يركبها في مركز التحكم وبيخلي السفينة تنطلق بسرعة كبيرة وبيهربوا من الجورج اللي بيتعصب جداً من اللي حصل وساعتها بتنبهر كائنات البوف من اللي أوه عمله وبيتفاجئوا لما بيعرفوا إن هو راح لسفينة الجورج وأخذ منها الرقاقة الخارقة وبيحيوه بيقولوله إن هو بوف خارق لكن سميك بيتريع عليه وبيقولهم إن مفيش بوف خارق غيره وبيفكرهم إن هو القائد بتاعهم لكن أوه بيقطع كلامه وبيبدأ يشرح لكل الموجودين صفات البشر وبيقولهم قد إيه هم كائنات مميزة وأفضل منهم بكتير فبيتعصب اسميك وقبل ما يضربوا بيمسك كاي للسولجان وبيمنعوا بيقولوا إن هو ما بقاش ينفع يكون القائد بتاعهم وبياخد منه السولجان وبيقدموا الأوه وبيقولوا إنه أنسب واحد يكون القائد بتاعهم وفعلاً أوه بياخد السولجان وبيبقى القائد وبيحييه كل كائنات البوف اللي موجودين على السفينة لكن وقتها بيظهر إن أوه حزين وبيبص في سورة تيب وبيعيط لأول مرة في حياته وبيقرر يرجع ينقزها أما تيب فبتروح لنفس المكان اللي شافت فيه مامتها لكن للأسف ما بتلاقيهاش وبتقعد لوحدها وبتفضل تعيط وبعد شوية بتتفاجئ بوجود أوه وبتجري عليه وبتحضنه وبتسأله هو ليه رجع فبيقول لها أوه إن هم أصدقاء وإنه ما كانش ينفع يتخلى عنها وبيوريها مكان مامتها وبيفضلوا ماشيين وراء الجي بي اس لحد ما بيوصلوا لها وبتجري عليها تيب وبتحضنها وبتبقى سعيدة جدا وكمان بتعرفها على صديقها أوه اللي كان بيساعدها فبتفرح الأم وبتشكره لأن أخيرا رجع لها بنتها وبتقول لها مامتها إنها دورت عليها في كل مكان وساعتها بيفهم أوه كل حاجة وهي إن الجورج بيدور على الحجر اللي معاه ولما بيفتح أوه الحجر بيمبهر لما بيشوف اللي جواه وفجأة بتوصل سفينة الجورج العملاقة الكوكب الأرض وبتستعد علشان تدمره فبيقول أوه لتيب إن الجورج مش أشرار وإن هو عنده خطة علشان يوقف بها السفينة فبيجري كلهم وبيركبوا العربية لكن أوه ما بيركبش معاهم وبيقفل الباب وبيكسر المفتاح وبيودع تيب ومامتها وبيقولهم إن هو مش هيقدر يعرضهم للخطر وبيرمي كرة في السماء والكرة دي بتسحب العربية وبتطيرها الفوق وبيمسك أوه الصخرة وبيشاور للجورج علشان يشوفه لكن للأسف ده ما بيحصلش والسفينة ما بتقفش أما تيب فبتكون مرقبة كل اللي بيحصل بالمنزار وبتتأكد إن الجورج مستحيل يشوفه أوه فبتدي تيب الهدية لما متها وبتطلب منها تفتحها وبتاخد الهدية دي منها تاني واللي بتكون عبارة عن مراية وبتبدأ تيب بتاكس الدوق وبتلفت انتباه الجورج وبمجرد ما الجورج بيبص عليها بيشوفها وهي بتشاورله على الصخرة فبيتفاجئ الجورج وبيوقف السفينة بسرعة لكن للأسف بتفضل السفينة تتحرك بشكل بطيء وبتقرب من أوه اللي ما بيبقاش عارف يروح فين وساعتها بتبدأ تيب هي وممتها يخبطه الكورة اللي مطيارة العربية لحد لما بينزله على الأرض وبتجري تيب بسرعة علشان تروح لأوه اللي بيستسلم للموت وبيرملها الصخرة قبل ما السفينة تدوس عليه وبتحزن تيب جداً وبتحضن ممتها وبتعيط لإن صادقها أوه مات لكن فجأة السفينة بترجع لورا وبنشوف إن أوه لسه عايش فبتفرح تيب جداً وبتجري عليه وبتحضنه وفي الوقت ده بتتفتح السفينة وبينزل منها الجورج وبيقرب من أوه اللي بيقدم له الصخرة بتاعته وساعتها بيتغير شكل الجورج وبيخرج منه نجم لطيف وبيروح لأوه وبياخد منه الصخرة وبيفتحها وساعتها بنكتشف إن الصخرة دي جواها عدد مهول من النجوم الصغيرين وبيفرح الجورج جداً وبيشكر أوه وكمان تيب وبيودعهم وبيدخل في البدلة بتاعته وبيمشي ولما تيب بتسأل أوه عن اللي حصل بيعرفها أوه إن الجورج كان بيتتبع الصخرة وعلشان كده كان بيعرف مكانهم وبيفهمها إن هو كان آخر واحد من فصلته إن اللي موجود جوا الصخرة دي هم كل الجيل الجديد وساعتها بتتقفل السفينة وبتطير وبتخرج من كوكب الأرض وبتيجي كل الناس وبتحيي أوه وتيب على شجعتهم وبعد فترة بتكون كل حاجة رجعت زي ما كانت وبنشوف كائنات البوف اللي راحوا يعيشوا على الأمر وبنشوف كمان الجورج بعد ما الجيل الجديد كله كبر وبيظهروا كلهم وهم بيرقصوا فرحانين وأخيرا بيعملوا أوه وتيب حفلة كبيرة وبيكونوا عزمين فيها كل أصحابهم وكمان بيشغلوا الموسيقى وبيخلوا كائنات البوف ترقص وبينضملهم أوه وتيب وبيرقصوا معاهم وهم مبسوطين بعد ما قدروا سوا إنهم ينقذوا العالم الملخص ده بصوت لم ينجيب وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام